اكد معاليا سيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان الرؤية الملكية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم جهود السلام بالشرق الاوسط تعبر عن الموقف البحريني الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة وثمن معاليا المضامين الرفيعة التي جاءت في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة البلك المعظم حفظه الله ورعاه معالي الشيخ خالد بن عبدالله أهل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في القمة العربية والإسلامية غير العادية والتي عقدت اليوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأوضح معالي أهمية ما تضمنته كلمة مملكة البحرين في القمة بشأن الدعوة إلى وقف الحرب المستمرة لأكثر من عام على غزة والتي امتدت إلى لبنان وما خلفته الأزمة من آثار وتداعيات وتستوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الحاسمة للعمل على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والحفاظ على أمن وسيادة الدول ومنع تصعيد الصراع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم قسريا وفقا للقانون الإنسانية الدولية